السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الترسل سأقوم بشرح أفضل طريقة لمشاركة فيديو يوتيوب على صفحة الفيسبوك على شكل صورة مصغرة كبيرة أولاً لقد قمت في سابق بنشر طريقة باستعمال كما تعلمون الصفحة يوتيوب 2FB وصفحة أخرى وهي صفحة وسيطة بين صفحة الفيسبوك واليوتيوب وتستعمل إشهارات لنشر الفيديو الخاص بكم وهذه الإشهارات هي إشهارات غير جيدة فقمت بسحب هذا الفيديو من القناة وإنتاج طريقة أخرى وفيديو آخر فيه طريقة أحسن وأفضل باستعمال صفحة فيسبوك أولاً يجب الإنخيرات في هذه الصفحة وإنشاء حساب خاص بكم ثم تضغط على اسم حسابكم تفتح الحساب وتذهب أولاً قبل أن أكمل ستذهب إلى صفحة تحرير فيديوهات في يوتيوب ثم تختار الفيديو الذين تودون نشره على صفحة الفيسبوك مثال أنا سأختار هذا الفيديو ثم بعد ذلك كما ترون هنا رابط الفيديو سأقوم بأول مرحلة تقوم بنقل الرابط ثم تذهب إلى صفحة الفيسبوك ثم يجب إلصق الرابط ولا تنقر على زر بيبلي أو النشر كل ما عليكم فعله هو إلصق الرابط وكما ترون هنا طريقة كيفية تظهور الرابط على صفحة الفيسبوك لا تنقر على النشر ثم تعود إلى صفحة تحرير الفيديو تذهب إلى بارامتر أفرانسي أو سيتينج أو بالعربية إعدادات ثم هنا تقوم بإلغاء تحرير الانتغرات ثم تذهب إلى جنرال وتقوم بنقل الرابط ثم تذهب إلى صفحة فيسبوك جيلدوبرت وتذهب إلى ديبوغي أنت بارتاج شارع أنت ديبوغاج تنقر على الرابط وتنقر على ديبوغي كما ترون هنا كيفية تظهور الفيديو على صفحة الفيسبوك هنا تنقر على رو كوليكتر هنا كما ترى طريقة الظهور تتغير بعدها تذهب إلى هذا الرابط تقوم بنقل هذا الرابط HTP S slash 2.YouTube هذا الرابط تقوم بنقله ثم تضعه في الرابط المكان الرابط القديم الذي أسقناه في المرحلة الأولى ثم تنقر إذا أردت أن تضع هنا تفسير أو عنوان كما تريد ثم تنقر على أنشار الآن سيقوم بكما ترون الآن طريقة ظهور الفيديو تغيرت هنا كما ترون هنا كما ترون صورة مكبرة عندما تضغطون على الصورة كما تلاحظون تمرنا بطريقة مباشرة إلى صفحة الفيديو في اليوتيوب أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أعجبكم ومعيدنا في دروس جديدة في مجال المعلوميات ودورتنا القديمة ستكون إن شاء الله على موضوع أو في موضوع شرح تطبيق كامستازيا لتحرير الفيديوهات شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة شكرا لكم